منذ فجر السادس والعشرين من مارس 2015 وطائرات التحالف لا تبارح الأجواء اليمنية عشرة ألاف الغارات نفذها الطيران على أهداف عسكرية ليتم الإعلان في الأشهر الأولى للتدخل العربي عن تحقيق أكثر من 90% من أهداف الحملة الجوية لكن النسبة التي أعلن عنها سابقا لم تكن بتلك الدقة أو هكذا بدت الصورة بعد مرور أكثر من عامين فقد أظهرت الميليشيا مقدرة كبيرة في الاحتفاظ بقدراتها الصاروخية التي مكنتها من الاستمرار في الوصول إلى العمق السعودي وذلك يطرح أسئلة كثيرة عن فحوى تلك التصريحات وأبعادها والتي ربما تنم عن فشل استخباراتي أو قصور في المعلومات وذلك أقل ما يمكن اعتباره وهذا أيضا وحده يفسر ما ورد حديثا في تقرير لوكالة بروتيكشن كلاستر التي ترأسها مفوضية اللاجئين والذي ذهب إلى التأكيد على ارتفاع عدد الغارات الجوية للتحالف العربي على اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع كامل العام المنصرم حيث أكد التقرير أن إجمال الغارات الجوية خلال الستة الأشهر الماضية بلغت خمسة آلاف وستمائة وستة وسبعين غارة جوية مقارنة بثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثين غارة خلال العام الماضي الارتفاع الكبير في توجيه الضربات الجوية كان له كلفته بالنسبة للمدنيين حيث ذكر التقرير ارتفاع أعضاد الضحايا بشكل مضطرد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة